اشتركوا في القناة كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد من عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله ووقاتكم بكل الخير نلتقي بكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغان محيك الله دكتور معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور انتهينا من التمهيد والمقدمة لصورة الزخرف والآن نأتي لدراستها بشكل مفصل نسأل الله التوفيق والسداد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين حاميم من الحروف المتقطعة التي تحدثنا عنها وأفردنا لها حلقة كاملة بعد الشورى بتأثير حاميم عين سينقاف على السورة وكذلك أعتقد أن هذا الأمر ينطبق على سورة الزخرف ينطبق على جميع السورة لكننا فصلنا نوعا ما في حاميم عين سينقاف نعم إذاك الله خير يقول الله سبحانه وتعالى والكتاب المبين يقسم الله سبحانه وتعالى وهو القسم والكتاب المبين وتقي في الآية ثم في الآية التالية يأتي المقسم عليه بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قبل أن ندخل في تفصيل القول في هذه السورة الجميلة المكية في آياتها في أنساقها التعبيرية في المرة الماضية حين قدمنا للسورة ذكرنا بعض الخصائص اللفظية وتحدثنا عن محورها العام وقلنا جاءت لإبطال لإبطال النظر المادية التي تنظرها المجتمعات المادية للإنسان القرآن أراد أن يبطل هذه النظر المادية المبنية على ملذات الدنيا على زخرفها على ذهبها ويعطي للإنسان كرامته ويعطي للأشياء حقوقها وتكلمنا على محورها العام لما تحدثنا وطلبت مني أن أتحدث عن بعض الخصائص اللفظية وذكرت لك بعضا منها في الحقيقة كنت أود أن أتحدث عن أمر واحد فقط فضلت فضلت يعني وردت ورودا مكثفا لافتا للانتباه سبحان الله وطبعا من المؤكد أن في ذلك أسرارة أنا لم أهتدي بعد لكن لكن الدلالة اهتديت إليها طبعا الظاهرة موجودة لما أنت تقرأ في نفس السورة تهتدون اهتدى اتخذ مهتدون أنا سأعطيك بعض الكلمة جمعا مقتدون اقتدى مستمسكون مستمسكون هذه استمسكا استفعالا لكن قريبة في ست سبعة أفعال هكذا يستهزئون استويتم مستمسكون فاستمسك فاستخفا أنا درستها صوتيا لكن عندما تأتي ليتخذ انتقم فانتقمنا أصل الفعل ناقم انتقم الألف والتا افتعالا جميل يتكئون اتكأ عندما تقرأ للمتقين لم يقل للمؤمنين اتقى افتعالا افتعالا أيضا تكررت المهتدون مستركون اشترك افتعالا مقتدرون وإن على ذلك مفتعلون مفتعلون لمهتدون مقترنين مفتعلين مفتعلين عندما انتقمنا كمان تكررت فلا تمترن امترى افتعالا نعم واتبعون تختلفون اختلف افتعالا فلها حضور مكثف بشكل ما تتصور لكن كل كل كلمة من هذه الكلمات في موقعها لها دلالة معينة أكيد من المؤكد لكن أنا قاعد أنظر بعيد لماذا هذا المنمح لماذا هذا المرحض الصمت في الصورة حيانا تهتدي وحيانا ليس من السهولة الله يعني أنت ستسألني تقول لو وجد فعالة موجود فعالة موجود أفعالة موجود استفعالة لكن لما تجد تركيزا على افتعلة وطبعا الافتعال فيها افتعلة اتخذ فيها جهد فيها تكلف لذلك إلا ولها ملامح أخرى عامة أما كالمعنى الدلالي في الصورة في الآية موجود كما تعرف ونشرحه أنا هذا كملحظ صوتي واضح كنت قد أعددته ولكن حان الوقت ولم تحدد إزاك الله خير بارك الله سؤالكم بارك الله وفيك عن القسم عن القسم حاميم والكتاب المبين أنت قلت مباشرة من واو القسم حكمت يعني هذا الظاهي هذا الظاهي هي واو القسم على الأغلب واو العطفي إذا قلنا أقسم بحاميم والكتاب المميت عطفت لو كان القسم يعني كذلك تتضمن عن القسم كذلك أنا معك فالعلماء يقولون الأرجح هي واو القسم وحاميم حروف مقطعة الله أعلم بمرادها هذا واحد بعضهم يقول أقسم بحاميم والكتاب فالواو عاطفة لقسمين لشدة المبالغة عاطفة على مخفوظ فبالتالي خفضت خفضت والكتاب المميت هذا قسم بالقرآن بكونه كتابا وقلنا مرارا ونكرر الله يسمي القرآن الكريم في الكتاب في القرآن يسميه اسمه متعددة يسميه ذكرا يذكر الناس قرآنا قرآنا لمقرؤيته الدائمة كتابا كتابا لإشارة إلى ضرورة كتابه هدى نعم يهدي القلوب لغيره عندما نزلت سورة الزخرة في رأيك هل القرآن كان مكتوبا لم يكن مكتوبا كان يكتب الآية والثانية لم يكن في مصحة على الرقاء على اللحاف وعلى الجلود على العظام لكن لم يكن قد كتبا بعد هل استوى لم يكن قد جمعا بعد ولم يكن قد جمعا بعد إلا في خلافة أبي بكر ثم عمر ثم الجمع الثاني والثالث الثاني لذلك المؤسرون يقولون قوله تعالى والكتاب إشارة إلى أن هذا القرآن سيكتب وسيكون كتابا ويظل إلى يوم القيامة هذا واحد ثم قال إنا جعلناه قرآنا وصفه بالمقرؤية وقلت لك في حاميم عن سينقاف لا يوجد كتاب في الدنيا يقرأه الناس كما يقرأ المسلمون القرآن وكما يحفظ المسلمون القرآن فهو له صفتان لا تنفكان عنه هو وحي كتاب وقرآن مكتوب فهذا يصدق ذلك وذلك يصدق هذا لكن لا يمكن أن يكون هذا الكتاب المقسم به نعم هو الكتاب اللوح المحفوظ لا لم يقل بهذا أحد ستأتي آية بارك الله فيك قرأة للآية الثالثة وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي وحك في أم الكتاب في اللوح المحفوظ هكذا يقول المفسرون أما هنا والكتاب المبين والكتاب يعني اللوح المحفوظ بارك الله فيك لأن الله عودنا في بداية الصور يقسمه بماذا ولو في قرينة أخرى كذلك نعم قرينة لفظية إنا جعلناه قرآن عربي بارك الله فيك يعني هو قولاً واحداً تعوده على القرآن والكتاب المبين أي المفصح من أبان يبين أبان في اللغة العربية كما تعرف تكون لازمة وتكون متعدية أبان بمعنى بان وما معنى بان ظهر ظهر بارك الله فيك ظهر وبارز وأبان بمعنى أفصح أبان الحديثة أبان الحديثة متعدية هنا ومنه الإبانة ومنه البيان والتبليل صحيح الإبانة والكتاب المبين العلماء يقولون مبين عن ماذا مبين عن العقيدة السليمة مبين عن الأحكام مبين عن الفرائد يبينها يبسطها يبرزها للعالمين فهو كتاب مبين حقاً وصدقاً واضح؟ وهنا القسم بالكتاب المبين لكن هنا مبينة لازمة تأتي بالوجهين والله والكتاب المبين في ذاته و الكتاب المبين لغيره و كل القرآن يبين القرآن يعني بارك الله يبين أحكام الله يبين الخير من الشر يبين الحق من الباطل يبين الاعتقاد الصحيح من الاعتقاد السقير لكن هنا المبين صيغة المبين هذه اسم فاعل لأبانة أو ما تأتي صفة مشبهة كذلك لا بارك الله مبين أبانة يبين أكرم يكرم مكرم أبانة يبين أدانة يدين مدين لكن الصفة المشبهة منها الصفة المشبهة بين بين مثلا على وزن فعيل قد تأتي الصفة المشبهة بأوزان كما تعرف فلما نقول هو بين في ذاته فهذا وصف له لكن إذا جاءت على وزن فعيل مبين كذلك فعيل ليس فعيل مبين في ضمة في المين والضم هذا لإسم الفعيل مبارك الله فيكم طيب إنا جعلناه قرآنا عربيا هذا المقسم عليه المقسم عليه فتخيل معي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقيل المقسم عليه المقسم عليه هو عربية القرآن جيد بما أقسم؟ بالقرآن على ما أقسم؟ على القرآن الله أكبر أقسم بالقرآن على القرآن يعني قسم بديء فيه تناسب المقسم به والمقسم عليه هو هو يقول المقصرون كأن الله أقول كأن الله جل جلاله نظرة هو يريد أن يقسم على عربية القرآن يقسم على القرآن على صحة القرآن فلم يجد جل جلاله يقعل ما يشاء وذاته أقدس ونفسه الله تعالى أعظم من القرآن لكن لما أراد أن يقسم بالأشياء الله أقسم بالشمس بالشمس والقمر والليل والسماء والأسر لكن أراد أن يقسم على عربية القرآن فلم يجد أشرف من القرآن لم يجد أشرف أنا أقول بين قوسين يعني أراد أن يشرف القرآن فأقسم بالقرآن على عربية القرآن لا يناسب القرآن في القسم إلا القرآن إلا القرآن بهذا الشيء بينما الله سبحانه وتعالى أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمل لما أقسم على أنهم في سكرتهم وفي ضلالهم أقسم بحياة محمد انظر التناسب لما أقسم على قريش بأنها منغمسة في الضلال أتى بحياة محمد التي هي أقدس من حياتهم كلهم انت معي لما أراد أن يقسم على عربية القرآن بكونه كتابا بينا فصيحا وبلغ درجة الإعجاز في الإبانة والتبيين أقسم بالقرآن على عربية القرآن وهذا قسم بديع عجيب في بابه لم يكرر على فكرة في القرآن كله أن يقسم بالقرآن على القرآن نعم في الأقسام الأخرى قاف والقرآن المجيد المقسم عليه قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم لتبعثن المقسم عليه قاف والقرآن المجيد لتبعثن صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا واضح دائما مقسم عليه غير ياسين والقرآن الحكيم من مقسم عليه إنك لمن الملصين هنا الوحيد المحل الوحيد في القرآن قسموا بالقرآن على القرآن علماء وقفوا لماذا والله عربية القرآن التي تحدثنا عنها كثيرا انزالوا القرآن الكريم هذا الكتاب الذي هو خاتمة الخاتمة الرسالات وختام الكتب كما تفضل وخاتمة النبوات أنزله الله بأعظم لغة بشهادة القرآن يعني دقة وثراء وساعة لا يوجد لغة الآن العالمون ينظرون يعرفون اللغات في أكثر من ألفين لغة عالمية معترف بها لا يوجد في الثراء والدلالات والدقة والليونة وفي تنوع الأساليب لصوغ المعنى الواحد مثل القرآن مثل اللغة العربية وكما يقول عنها وسعت كتاب الله نبهل وغاية فكيف أضيق بآي منك وعظاتي نعم فالقرآن الكريم صاغه الله جل جلاله على لغة العرب لماذا السبب؟ لعلكم تعقلون تعقلون لعلك ما تعالى تفيد الرجاء الرجاء ترجي لكن من الذي يترجى؟ الذي يترجى الذي يجهل العاقبة صحيح الله تعالى لا يجهل شيئا عليم لذلك لعل هنا يفسرها العلماء بتفسيرين لعلكم لكي تعقلوا يفسرون الرجاء بالسببية جعلناه قرآنا عربيا لكي تعقلوا معانيه هذا واحد يعني في غير القرآن نحذف لعلهم فنقول إنا جعلناه قرآن عربيا لتعقلون نعم في غير القرآن طبعا لكن صحيحنا نقول في خير القرآن جميل جزاك الله خير لا وسبويه عنده كلمة جميلة هذا المعنى يذهب إلى كثير المبسلين يقول لعل هنا تفيد كي تفيد كي تعلناه قرآنا عربيا كي تعقلوا كي تعقلوا هذا قول جميع المبسلين سيبويه أضف لهم كلمة جميلة قال لتكونوا بحيث يرجى منكم التعقل هذا كلام سيبويه بحيث تكونوا أنتم يرجى منكم التعقل فهو هنا عمل لعله عمل لعله لكن بحق البشر ليس في حق الله بحق الله لعله تفيد التحقيق واضح فالله يحفظك فهذا القسم البديع الجميل يرشد الناس إلى لغة العرب أنا أحبب أن أعطيك هذا الوقف طيب دكتور الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن القرآن أحيانا يقول إن أنزلناه في ليلة القدرة وإن أنزلناه قرآنا عربيا في طاها وأحيانا يقول إن جعلناه قرآنا عربيا هنا مثلا أوحينا إن أوحينا إليك كما أوحينا لا لا ذكرنا في السورة أوحينا قرآنا عربيا كذلك يوحي يوحي إليك وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا نعم فلماذا هنا اختار جعلناه ولم يختر أي صيغة أخرى وما معنى الجعل هنا مبارك الله فيك أنت تريد أن تدخلني في قضية عقائدية صعبة لأن الفعل جعل في اللغة العربية يأتي بمعنى خلقة خلقة نعم يعني كثيرا جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا أولا الجعل يأخذ معنى السياق يأخذ معنى السياق لكن الغالب في القرآن جعل تأتي بمعنى خلقة يعني قصدك أن كلمة جعل نعم يفهم معناها من السياق من السياق نعم بارك الله فيك فبالتالي نعرف أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا معنى خلقة لكم من أنفسكم أزواجا ولو قلنا جعلت الأم الدقيقة خبزا صيرت بارك الله فيك يعني تتغير فالفعل جعل فعل عام لكن هنا يفسره المفسرون بيناه قرآن العربية أنزلناه قرآنا عربيا لا يجوز أبدا عقيدة أن نقول خلقناه قرآنا عربيا بل يدخل في إشكالية خلق القرآن ومعتزلا وخلق القرآن واضح؟ لكن لماذا اختار جعل ولم يختر أنزل هنا؟ الصورة كلها وذكرت لك ذلك في صورة الصورة حافلة بمدد جعله وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُسْأَةِ أنت الآن لو تطالع في الصورة وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُسْأَةِ وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَةِ لكن هذه كانت في الصافات أنا أتكلم في هذه الصورة جعل ترددت كثيرا هو الذي خلق الأزواج كلها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَاتَ الْخَبُولِ الذي جعل لكم الأرض مهدى الذي جعل لكم الأرض جعل استعملت في صورة الزخرة بشكل مكثف الله حضرها حتى في جعل القرآن وإنزاله أنت معي؟ حتى في إنزال القرآن غَلْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا وَأَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا وصغناه قرآنا بعضهم يقول بيناه أما تقول جعل بمعنى خلق هذا الذي وقع فيه المعتزلة ولا يجوز أن نقول بخلق القرآن ما معنىه عقائديا كأن القرآن لم يكن موجودا وأنشأه الله من جديد معناه صفة التكلم لم تكن في رب العالمين وأصبح متكلمة وهذا خطأ وفي شغلات أخرى كذلك حينما تقول بخلق القرآن فمعنى ذلك أن هذا المخلوق أخذ مادته من خالقه فإذا كان كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فمعناها وحاش الله سبحانه وتعالى أن المواصفات أو الصفات التي تنطلي على المخلوق تنطلي على خالقه غير هيك أستاذ محمد بارك الله لما نقول مخلوق معناه يموت يموت وينتهي القرآن لا يموت لذلك العلماء يقول القرآن كلام الله القديم القديم الأزلي الأزلي نعم لأن صفة التكلم الله متكلم جل جلال لكن لا نقول الله سميع الله بصير نقول الله متكلم لا نقول الله له كلام لا ينبغي من كل فعل أن نشتق إسما لله واضح واضح لما نقول وجاء ربك فالجاء لا نستطيع نصف الله نقول الله الجاء لا يجوز عقيدة نثبت لله ما أثبت لذاته العليا ولا نصفه إلا به القرآن كلام الله نقول نعم القرآن كلام الله وإذا استجارك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الله وصف قرآن بأنه كلام نقول لله كلام صفة الكلام طيب لماذا لا نجعل هنا جعلناه بمعنى صيرناه إنا صيرناه قرآن عربيا بارك الله معنى جيده صير تفيد التحويل من حالة إلى حالة ولا ينبغي في القرآن أن نقول ذلك بارك الله فيك والله الأسلم لماذا أعطيك مثال ستفهم عني ما أقول فإذا استسقى موسى لقومه إذا استسقى موسى ربه فقلنا ضرب بعساك الحجر فانفجرت معنى انفجرت انفجار الماء انفجار بس انفجار بقوة في صورة الأعراف قال فانبجست أنت الآن أنا وأنت صحيح الانبجاز قليل والانفجار كثير نظرا لاختلاف السياقين في البقرة والأعراف لكن الانبجاز في النهاية هو من عائلة الانفجار صحيح خلاص حتى من حيث المبنى من حيث المبنى ومن نفس العائلة المعنوية واضح لما نقول نفس ذلك بما كسبت أيديكم وذلك بما قدمت أيديكم ما قدمت أيديكم وما كسب فيه تقارب معنوي صحيح فدعنا نقيس إن جعلناه قرآنا عربي أو حيناه قرآنا عربي أنزلناه لا نذهب إلى تأويلات بعيدة عن السياق القرآن واضح اقتنعت معي واضح نعم بارك الله طيب طيب إذن إذا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم لعلكم تعقلون ثم توصله للآخرين وإذا لم تقوموا بذلك فلم تبلغ الرسالة هذا المعنى سؤال ربما كررته عليك كثيرا كررته عليك كثيرا وهو تكرار صفة العربي للقرآن من أجل فقط أن نوضح للأخوة المشاهدين وللجمهور لماذا دائما الله سبحانه وتعالى يصف القرآن بالعربي البعض للأسف أخذ هذه المسألة وقال محتاج القرآن لأن يصف نفسه بالعربي إلا لأن أصله غير عربي فنبين هذه المسألة إذا كنت الله يعني كما تفضلت في سورة الشورى تحدثنا عن شيء من هذا ونعيد عربية القرآن أولا لإثبات إعجازه اللغة العربية أوسع اللغات وأجملها وأسلسها وأثراها من الثراء لا يوجد في لغة اسم الأسد خمسين ستين اسم الأسد والقصورة والسبع والحيدر والحيدر والدرغام هذه لغة من أصل وجودها غنية ثرية تذهب إلى اللغات العالمية تجد كلمة الأسد اللايون اللايون اسمه حتى في الفرنسي أعطيني مرادفا لا يوجد هذه فقيرة جدا هذا من ناحية الأنساق في بناء الكلام باللغة العربية لما نقول زيد منطلق منطلق زيد انطلق زيد ينطلق يعني انطلاق زيد فيها إمكانيات بناء الجملة بطلق رهيبة لا يوجد هذا في اللغات الأخرى يا أخي لذلك الله جل جلاله جعل هذه اللغة حاملة لكتابه وكما تفضلت لما ذكرتني قال وسعت كتاب الله رفضا وغاية لا يوجد لغة تسع كلام العليم الحاكم يا أخي العرب كانوا في صحة الوليد بن المغيرة تذكرتني الآن بكلمة الوليد الذي كان نبيها فصيحا رجازا شاعرا قل في القرآن كلاما قل في القرآن كلاما قال ماذا أقول والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مغدق وإن أسعر له لمثمر وإنه يعلو ولا يعلع عليه قالوا ما يرضى قومك بهذا الكلام العلماء المستشرقون البلغيون الأبيناء الأصحاء كتبوا قراطيسة في الثناء على لغة هذا الكلام من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هو لم يخرج من غار حراء ولم تتعدى أقدامه مكة قبل أن يأتيه الوحي ولو كان هو الذي نسج هذا الكلام فلما لا ينسبه لنفسه والعرب إذا قالوا قصيدة تغنوا بها وعلقوها فوق أسطار الكعبة فهذا كلام خالق الكون لذلك أولا الاحتجاج على القراشيين الاحتجاج على القراشيين لا يأتي يوم القيامة نتكلم رقم واحد في عهد النبوة لا يأتي يوم القيامة واحد من العرب قل لم أفقه ما قيل لي في الرسالة بلسان عربي مبين جعلناه قرآنا عربية أو حيناه قرآن عربي لا يستطي أحده جميل ما المطلوب؟ المطلوب فهم هذا القرآن وعقل كلمة لعلكم تعقيله أن نعقله ونفقهه وأن نبلغه جيد ما الوسيلة؟ علوم الآلة ما علوم الآلة؟ النحو والصرق والبلاغة والعروض وعلوم اللسانية المعاصرة العرب مفرطون ولذلك أنا كتبت كلاما طويلا في كتابي حول هذا الكلام الرسالة لا بد أن يفقهها العرب ليكونوا جسرا لتوصيله والذين تفضلت تحدثون يقول يشككون لماذا القرآن يكرر عربية القرآن؟ هؤلاء في الحقيقة في وعد بعيد وضلال بعيد عن فهم أسرار هذا الكتاب العجيب حسن وأنت تتحدث عن ثراء اللغة العربية وكيف أن الله سبحانه وتعالى اختارها يعني للقرآن الكريم تذكرت مثال كان يضرب لنا دائما حينما تقول كتب محمد كتابا في اللغة العربية كتب محمد كتابا بالانجليزي محمد روت أبوك جيد فقط طيب كتابا كتب محمد نفس الكلام بالانجليزي طيب كتب محمد كتابا نفس الكلام بالانجليزي لكن شوف في اللغة العربية التقديم ولكل واحد منهم سبحان الله شأن والعرب كما يقول سيبويه أعتقد تقدم ما هي ببيانه أعنى بارك الله فيك لكن في اللغات الأخرى خرص نفس الصيغة نفس الصيغة لذلك قلت لك الأنساق التعبيرية في القرآن أعفو في اللغة العربية ثم في القرآن يعني لها طرائق مختلفة وليس لك مرة يقول وما أهل لغير الله به ما أهل به لغير الله ولها معنى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل يسعى من أقصى هكذا نعم ورجاء رجل من أقصى المدينة العكس أيضا جاء يسعى من أقصى المدينة فيقدم القرآن ما هو ببيانه أعنى والسياق يعني يقتضي ذلك التقديم أو ذلك التأخير أو ذلك التنكير التنكير والتعريف هل هناك تنكير وتعريف في اللغة الأخرى لا أدري ربما في اللغة السامية في بعض اللغة السامية فهذه تقنيات الله جل شأنه وظفها لتوصيل العقيدة السليمة للبشر جميعا سبحان الله زاكر الله خير دكتور طيب يقول إنا جعلناه قرآن عربي والله نحتاج دكتور أن نخصص بعض الحلقات لعل لا في غير هذا البرنامج الحديث عن خصائص اللغة العربية يعني اللغة العربية يا أخي جميلة جدا ما أعرف يمكن نحن نحب اللغة العربية لأننا متخصصين في اللغة العربية ما أعرف صراحة التضمين الاستعارة مثلا هذا إذا جئت في البلاغة التضمين الاستعارة الاحتباك بالفعل يعني مساءل كثيرة سبحان الله العدول بارك الله تقنيات عجيبة غريبة سبحان الله في اللغة العربية أما إذا جئت من ناحية التركيبية كذلك التقديم والتأخير والتذكير والتنكير والتذكير والتعريف والتذكير والتأنيث يعني سبحان الله اللغة العربية ثرية جدا وتحتاج لحلقات ربما الله يعلم طيب يقول وَإِنَّهُ هنا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أنا أول سؤال تبادر لذهني الواو هنا هل هي عاطفة على المقسم عليه يعني الله سبحانه وتعالى يقول يقسم بالقرآن وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أو أنه معطوف على أمر آخر لا لا معطوف على القرآن إِنَّ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا هذا القرآن وإنه يعني مقسم عليه آخر آخر يعني معطوف على وإنَّ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِ بَارَكَ اللَّهُ فِي قَوْلًا وَاحِدًا طيب أم الكتاب أم الكتاب بَارَكَ اللَّهُ فِي هي أصل الكتاب لما نقول أم القرى هي أصل الكرة ويعني أم كل شيء أصله كما يقول اللغويون فأم الكتاب هو أصل الكتاب العلماء يرجحون أن أم الكتاب هنا هي اللوح المحفوظ لها معنايان أم الكتاب بمعنى اللوح المحفوظ بالدليل القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني قرآن يفسر بعضه بعد في سورة البروج قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ما هو اللوح المحفوظ وإنه في أم الكتاب فإذا الأم الكتاب اللوح المحفوظ هذا رحي من آراء المفسرين لأنه لا يستطيع أن يجزم لكن هذا الغالي وهو مستنبط من القرآن نفسه مستنبط من القرآن حتى بعضهم يقول مستنبط من قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كتاب المكنون المعظم المصون أين عند الله سبحانه وتعالى كلمة مكنون تعني هنا لدينا وإنه في أم الكتاب لدينا الله أكبر يعني أنت الآن تقول أين تلك الأمات تقول لدي لدي ما عليك لدي أنا ضامنها وأنا محافظ عليها فالله جل جلاله عنده أم الكتاب في آية أخرى وعنده أم الكتاب طيب هذا يدعونا الدكتور لسؤال لا شك أنه في علم الغيب لكن ألم يتحدث العلماء أو يجتهد العلماء في هذه المسألة القرآن الكتاب الله سبحانه وتعالى وصفه بالكتاب والكتاب المبين الكتاب نحن نعرفه على الأقل نعرفه ظاهريا لا نعرف أسراره كلها لكن نعرف هذا الكتاب الذي بين يدينا لكن أم الكتاب ما يحتوي ما فيه نفهم عليك فيه كل ما يقع في الكون لما خلق الله القدم قال أكتب ما أكتب كل ما يقع في الكون حتى السقوط ورقة سقوط ورقة من شجرة موجودة في علم الكتاب في أم الكتاب اجتماعنا هذا مكتوب في الأسل عند الله بأنه سيقع في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية أقرأ لي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر ما هذا الكلام فعقيد ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قال العلماء في أم الكتاب في علمه جل جلاله سبحانه جيد ما الله علام الغيوب هل الله تعالى ينسى لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى لا تأخذه سنة ولا نوم ما الداعي لأن يجعل الكتاب القرآن في أم الكتاب أيها قال العلماء عناية أنت الآن لما عندك يعني والله المثل الأعلى عندك شيء تستطيع أن تضعه في سيارتك ثمين في أي جهة لكن أحيانا تبحث له عن أعز مكان لا تصل إليه لا تصل إليه الأيدي الله يهديك إلى مكان وتجعله مصونا معكما معظما الله عناية بهذا الكلام الأزلي القديم العجب الذي سمعته الجن قالوا إن سمعنا قرآن العجب وضعه في أم هو موجود ليس وضعه إنه في أم الكتاب لدينا لدينا فيها مكان رفيع لعلي حكم لذلك الرازي الرازي رجل العقليات وصاحب منطق قال لماذا وضع الله القرآن في أم الكتاب وما ضرورة أم الكتاب والله علام الغيوب صحيح قال الملائكة تشهد وتنظر الملائكة وتطبق وتنفذ فلما ترى كل شيء يقع في الكون كل تراه مسجلا مدونا في أم الكتاب يعني تزداد تعظيما لرب العالمين والكل يعني أفاء العلم أم الكتاب فيه كل ما يقع إلى يوم القيامة وإلى ما شاء الله فالقرآن هذا من أم الكتاب معناه مكان عظيم ترى هل يعلم المسلمون هذا ترى هل يعلم الناس ما يقرأ أنت إذا قرأت كتاب استغفر الله لشاعر لأديب لحاكم للمتنبي والله هذا كتبه فلان هذا أنزله الذي خلق خلاياك هذا الذي خلق المجرات مليارات المجرات أنزل هذا القرآن ولم يغير ولم يحرف بينما الكتب الأخرى لم يأتي الإعجاز بها في صوغها في بنائها أتى بمعانيها وحرف منها أهلها ما حرفوا والشاعر العربي يقول هيهات أن يعتلي القرآن تبديل وإن تبدل فتوراة وإنجيله يعني هم شهدوا على أنفسهم ببعض التحريفات لكن هذا لا ينفي عنهم أنهم أصحاب كتاب أما قرآن الإسلام لا يتغير إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون في الصدور وفي الصطور الآن مليارات من نسخ القرآن الكريم لا يستطيع بعضهم أمام لا أدري أحد الفلاسفاء قال نمزق القرآن فقام أحد السفهاء فمزق قال أريد تمزقه في صدور المسلمين المسلمون الآن في العالم يقرؤون هذا الكتاب فمن يفقه أنه أمام الله كما قال الشيخ شعراوي لا يرحموك عنده كلمات جميلة كان يقول عندما تقرأ القرآن اعلم أن الله يكلمك يا سبحانك يا ربي أنت إذا كلمك واحد يعني لا أدري مدير وزير تعطيه مهابة فما بالك رب العالمين يكلمك وأنت خاذع إما في الصلاة أو في غير الصلاة فعليك أن تعير أذنك وقلبك وأن تحضر وأن تخشع ما أحوجنا أن نتعلم بزاك الله خير ذي الشيخ دكتور يقول وإنه في أم الكتاب لدينا لدينا من باب العناية كما ذكرت العناية والعلو أيضا لكن لا تفيد كذلك المكانية المكانية طبعا لدينا فيها مكانة أو منزلة مكانية ومكان أصلا منزلة ومكان يعني علو واهتمام وشأن نعم ومكان ومكان بارك الله لأن الله أعلى على خلقه صحيح هذا الدليل انظر هنا شيء جميل في الآية ماذا لحظت؟ لعلي حكيم لا انتظر أصل الكلام إنه علي حكيم كيف تحرم؟ لعلي حكيم خبر ممتاز خبر إنه إنه علي حكيم أصل الكلام إنه لعلي حكيم في أم الكتاب لدينا ماذا لحظت؟ الله قدم الظرفين نعم 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 متعلق نعم صحيح لعظمة ما الله يريد إنه في أم الكتاب الظرف الأول يعني أصل الكلام الترتيب المنطقي ما قل منطقي الترتيب اللغة على لغة العرب نعم وإنه لعلي حكيم في أم الكتاب لدينا جميل لماذا قدم المحلين لرفعة هذا القرآن والتنويه بشأنه فقدم الظرفين ثم وصفه بالعلو والحكمة جميل وعلي لغة من علو الشأن كما تفضلت وردت في الشورى وردت في الشورى في حق الله إنه علي حكيم أنت قبل قليل كلمة جوهرية أنطقك بها الله القرآن فيه من صفات الله سبحان الله الله إنه علي حكيم والقرآن علي حكيم لذلك هو غير مخلوق أيها بارك الله فلو قلنا أن القرآن مخلوق وفيه من صفات الله فهذه إشكالية إشكالية بعض العلماء قالوا علي حكيم علي نعف في بلاغته وإحكامه يعلو ولا يعلى عليه جميل بعضهم قال عال عن وجوه الفساد والبطلان أو ما أخذنا في سورة فصرت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من أي جهة جاءه الباطل لا يستطيع فعلي عن الباطل بعضهم يقول عال مهيم على جميع الكتب مصدق لها عال يعني مهيم عليها حكيم لها أيضا ثلاثة معاني أول المعنى الأول حكيم ذو حكمة فيه حكمة بالغة يضع الأمور في نصابها جميل أما ليه بالحكم طبعا اثنين محكم لا يتطرق إليه النسخ حكيم من محكم من محكم حكيم محكم في أبواب البلاغة والإبانة هذا كلام معظم كلام المفسرين وطبعا الآية فيها حشد كبير من التوكيدات بداية يعني بداية من القسم فالتقديم والتأخير يفيد كذلك التأكيد الجملة الاسمية علام المزحلقة يعني صراحة حشد كبير جدا من التوكيدات سبحان الله يقول أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين بارك الله هذه آية محيرة أفنضرب الآن خطاب لمن للمشركين للمشركين للمخاطبين في أهد النبوة يعني ما علاقتها أنت ستسأل أي واحد يسأل يقول ما علاقة هذا الكلام أفنضرب وكان يتكلم وقل وإنه في أم الكتاب لدينا لعليل حكيم أفنضرب التفات التفت القرآن طبعا ووجه الخطاب للمخاطبين في أهد النبوة أفنضرب عنكم الذكر صفحا لأنهم ردوا القرآن رفضوه ولو قبلوه لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وهان الأمر ورفضوه الإشكالي أنهم رفضوه بعدما علموا بعدما علموا بارك الله فيك وقال لهم لعلكم تعقلون هذا القرآن بالأوصاف السابقة موجه لكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور موجه لكم ليرحمكم الله بهذا القرآن نظرا لإسرافكم إسرافكم في الكفر إسرافكم في العصيان إسرافكم المادي الذي غطى على أعينكم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أفننحي عنكم الأمر والنهي ونهملكم بدون نهي ولا أمر هذا اسلوب إنكاري يوجه الخطاب للعرب الذين كانوا مسرفين على أنفسهم في المعاصي مسرفين في الشهوات لا يريدون سمع القرآن ماذا قالوا في سورة والصير وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه ولغوا فيه إلغوا فيه شوشوا عليه حرفوا معانيه إلى غير ذلك فالقرآن هنا يعني وجه لهم الله الخطاب أفنترككم سدى مهملين دون توجيه لا ينبغي رحمتنا لا تختضي ذلك لذلك أحد المفسرين يقول أفننحيه عنكم ونبعده عنكم فنترككم بدون هداية لمجرد أنكم قوم ضالون قوم مسرقون حكمة الله لا تختضي ذلك الإمام قتاد قتاد من كبار المفسرين بالمأثور قال كلمة جميلة قال والأصل قال قتد والله أو أوائل الأمة رفضوا أبو جعل أمي ابن خلف رفضوا القرآن ماذا قال تعليقا قال والله لو كان هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة من العرب لهلكوا ولكن الله كرره عليهم سبحان الله يعني كم رفض المشركون صحيح أبو جهل أبو لهب رفضوا يا أخي لا تسمعنا هذا الكلام لو أن الله لم يكرره عليهم لهلكوا وهلكت الأمم لكن ظل 23 سنة 23 سنة يكرره على أسمعهم إلى أن دخل الهدى في قلوب من شاء الله وجاء من أصلابهم من يعبد الله وها نحن نرى القرآن يملأ سمع الزمان والمكان وهم سبحان الله كانوا سرا يستعذبونه لكن لا يؤمنون به بارك الله يستعذبونه ويستدلدون لغته فالإتيان بارك الله يعني المعنى العام أفنضرب عنكم الذكر صفحان أنا كنت انتظر منك تسأل ما معنى؟ نضرب صفحا هذه وردت عندنا في آية من الآيات يعني لما تضرب صفحا بمعنى صفحة العنق صفحة الإنسان صفحة العنق فأنت عندما تعرض عن إنسان تبديده صفحة عنقك فهنا تضرب صفحا عنه بمعنى يعني نحن نوضحها لأخو المشاهدين هذا حينما تشاهد المشاهد سباشرة فحينما تضرب عنه صفحا توليه هكذا هكذا وتريه صفحة العنق صفحة العنق هكذا يعني أنت يعني انحنيت عنه بارك الله هذا المعنى اللغوي صفحا أعرض عنه والأصل أعطاه صفحة وجهه هذا واحد جيد إلى أن وصلت كلمة الصفح في اللغة العربية هي فوق العفو صحيح عندما تصفح ما معنى تصفح؟ تعفو يعني تمحو كل شيء يعني تطورت الدلالة سبحانه يعني تمحو تلك الصفحة التي بينك وبين ذلك هذا من معانيها لذلك العلماء الإمام الراغب صاحب المفردات الذي يشرح كلمات القرآن يقول الصفح ترك التثريب ترك اللون العتب العتب وهو أبلغ من العفو ما الدليل؟ سبحانه الدليل وليعفو وليصفحو الترقي وليعفو وليصفحو وفي القرآن فاعفو واصفحو حتى يأتي الله بأمره الصفح هو أعلى من العفو هنا ضرب عنه صفحا بمعنى أعراض تأتي بالمعنيين وعلى أن أحب أن نشرح هذا كلام فالعلماء أحدهم قال اللهم أصلاح إننا لا نترك إنذاركم لا نترك إنذاركم بما معناه نعرض عنكم لمجرد أن كنتم قوما مسرفين أن كنتم قوما مسرفين والسؤال إنكاري هو ينكر عليهم ستظل هدايات السماء تتنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ويواجهكم بهذا القرآن إلى أن يهتدي منكم من كتب الله له الهداية طيب يقول أثنضرب عنكم لكن هذا التركيب أثنضرب هذه توقفنا عند قلنا الهام الهمزة الاستفهام والفاء عاطفة فبالتالي عاطفة على فعل محذوف شكرا على التوجيه أنا أهملكم فنضرب عنكم صفحا أنا أترككم فنضرب دائما نقدر الفاء عاطفة على ماذا على فعل يأتي به السياق ويقدره السياق لذلك العلماء كتبوا كلاما جميلا بعضهم قال أنا نحيه فنضرب عنكم أنا أترككم فنضرب صفحا عنكم ففاء عاطفة على فعل محذوف وطبعا هنا الذكر القرآن القرآن قولا واحدا لكن لماذا سماه ذكرا وما أنت تذكرني لماذا لم يقول أفنضرب عنكم الكتاب صفحا كما قال هو هو أعادة هو أصله تأتي الهاء الضمير أفنضرب أفنضربه صفحا عنكم لأنه سبق من الإضمار إلى الإظهار أتى بمادة معجمية جديدة هذا كتاب فيه ذكركم فيه عزكم سيأتي بعد قليل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم والله العجب كل العجب من جاءه شيء يعلو به ويعرض عنه هذا هو المقصد يعني أنت جاءك كتاب يرفع شأنك يعلو بك يسمو بقيمته يخلد ذكراك يخلد ذكرك في العالم تعرض عنه الله أكبر فالقرآن لا يخلي ذكرهم وستظل الدعوات القرآنية تأتي إليهم طيب يقول أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين هنا أداة التعليل محذوفة لأن كنتم قوما مسرفين بسبب أن كنتم قوما مسرفين واضح منذ عظمة اللغة أفنضرب عنكم الذكرى ونخليكم من الإرشاد بسبب إسرافكم أن كنتم قوما مسرفين للم التعليل محذوفة قولا عندها هناك قراءة ثانية إن إن وهي قراءة نافع وغيرها لكن هنا أن ما تعني سبب ما تفيد السببية أن لأن كنتم برسمه أن بعد اللام السببية بارك الله فيك يعني أن أداة نصب ونسخ لكن اللام قبلها محذوفة أصل الكلام أفنضرب عنكم الذكرى لأن كنتم قوما مسرفين يعني هذه أن مخففة من أن لأن ممكن نعم بارك الله فيك لأنكم كنتم قوما مسرفين لكن اللام السببية الأصلية محذوفة واضح ثمت قراءة أخرى تقول أفنضرب عنكم الذكرى صفحا إن كنتم قوما مسرفين ويفصلها المفسرون إن بمعنى إذ إذ أصلها فنضرب عنكم الذكرى صفحا إذ كنتم قوما مسرفين وبالتالي تتكاملوا القراءة أن كنتم قوما مسرفين لماذا اختار لهم مسرفين لأن سلط الزخرة إسراف الإسراف الإسراف قرأت في كتابه أنا سيت لأبو موسى عالم مصري بلاغي محمد أبو موسى يتكلم عني يقول لو أننا وضعنا كلمة مسرفين عنوان ومفتاح للصورة لكان ذلك صحيح سبحان الله كلمة رائعة هذا الرجل غاص عليها قوما جاهلين قوما كافرين قوما مجرمين لا مسرفين والإسراف كل تجاوز للحد المفسرون اللغويون يعبرون عن الإسراف نعم كل تجاوز أعطيك الكلمة بالضبط السرف تجاوز الحد والإفراط لكن الإفراط في الشر أم في الخير في الشر لا إسراف في الخير إن شاء الله اليوم أنبق مئة ألف مليون ومليار في سبيل الله لا إسراف في الخير واضح كل تجاوز وإفراط في الشر فهو إسراف أنصرق عنكم الدعوة والقرآن لأنكم أسرفتم في المعاصي والكفران هذا لا يليق بصفات الرحمن واضح بارك بارك الله فيكم فضيئة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزا في الحلقة القادمة بإذن الله سنكمل يعني ما قضينا شيئا لكن على كل يعني كل فيه خير إن شاء الله كل فيه خير خمس آيات من بداية الزخرف لكن قضينا فيها وقتا جيدا ولم نفيها جزءا من حقها يعني نسأل الله العفو والعافية بارك الله فيكم فضيئة الشيخ الدكتور وجزاك الله خير الجزاء وجزا الله الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله نلقاكم ونحن في رحاب هذا الشهر الفضيل إلى الملتقى السلام عليكم اشتركوا في القناة هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية